السلام عليكم طلاب سينيور وان يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله النهاردة هنبدأ الترم التاني من خلال حل اسئلة تخص يونت سري لان يونت سري موجود الشرح عندنا في بلاي لست الترم التاني بس هنحعمل بلاي لست جديدة لأسئلة المعاصر وبعد كده ان شاء الله يونت فور هيبقى فيه شرح جديد مع حل اسئلة عليها برضو من المعاصر طبعا نبدأ مع بعض اول سؤال في اللي هو كان بتكلم عن الكروموسومز والكروموسومال السيوري طبعا اللي زاكر عارف يعني ايه الكاريو تايب وهو عبارة عن تمام الكروموسومز الكروموسومز احنا عارفين ان كل سما تكسل من الهيومن بتحتوي على 46 كروموسوم او بمعنى تاني ممكن اقول 23 بير في منهم 22 كروموسوم بنسميهم سوماتيك يعني سوماتيك يعني كروموسومات مسؤولة عن ظهور الصفات الجسدية اوكي لكن اخر اتنين كروموسوم هم عبارة عن ال 6 كروموسوم ودول هما المسؤولين عن ظهور الكاراكترز او التريت او ميل او في ميل وبيفرق معنا في طبعا نوع الكروموسوم بمعنى ان انا عندي في حالة الميل بتكون من 2 كروموسوم ديفرنت هتيروزايكوس اللي هو عبارة عن اكس وواي لكن في الفيميل بيكونوا اتنين شبه بعض اللي هما اتنين اكس كروموسوم قد بعضه في الحجم فبالنسبة للسؤال بان هو عايز يعرف الكاريو طايب او في ميل فانا لازم ادور على اول حاجة اتاكد ان انا بختار الكاريو طايب مظبوط في عدد الكروموسومات واخيرهم يكون اكس وواي اللي هو تونتي سري البير نومبر تونتي سري طبعا لو لاحظنا ان ايه بدقلك بنومبر تونتي تو وده غلط وبعدين هنا سيفن برضه غلط هنا وان بص يعني عاملك وان على اول سري بيرز وده غلط اما الاختيار الاخير هلاحظ ان هو بدأ ببير نومبر وان تو سري يعني ماشي بالترتيب وكمان الحجم بتاع الكروموسوم بيبقى تمام فهلاحظ ان الكبير هو بير نومبر وان واصغر من في الحجم بير نومبر توينتي تو طيب المفروض بقى ان اخر اتنين عندنا اللي هما لسكس كروموسوم اكس وواي يبقى ده ميل يبقى كده احنا تمام دي هي الايجابة اللي صح بس اكمل برضه اوضح لكم ان اكس وواي زي ما احنا شايفين هو عبارة عن اتنين كروموسوم الواي اصغر من الاكس في الحجم في السايز والاكس والواي الاتنين دول المفروض ترتبهم اكوردنج تو سايز يكون افتر بير نومبر سيفن هنا بعد السيفن بس هو تحط الواحده في الاخر الكاريو طايب لانه هو وظفته مختلفة خالصة عن التوينتي تو بيرز ان التوينتي تو دول سوماتيك مسؤولين عن صفات جسدية زي مثلا الكلار او الهير او السكن اما بالنسبة لي الاكس والواي دول مسؤولين عن التريت اوف الميل او الفيميل تعالوا نشوف السؤال التاني كده احنا عرفنا ان الاجابة الصحية دي اوكي وتوينتي سري شايفين انهم قد بعض يبقى ده اكيد في ميل لان زي ما قلنا ان الميل بيكون الاكس طبعا اكبر والواي اصغر في الحجم فهنا طبعا دول قد بعض يبقى دول تو هوموزايكوس او ميل سوري في ميل كاريو طايب طبعا في السؤال هو بيقولك طيب ايه اللي انا ما اندرش احدده اختيار الاول بيقولك لا ده نقدر احدده انا عرفته من خلال كاريو طايب تاني حاجة النمبر في الاوتوسوم برضو محددناه وعارفين انه عبارة عن في طبعا ده هو اللي كانت بيترماينت لان ان انت تحدد السوماتيك تريت مش هيبان في الكاريو طايب الكاريو طايب بيحدد لنا النمبر والرنج من ترتيب اكورنة توزا سايز اوف الكرموسوم يبقى حنختار دي السؤال الثالث بيختلفوا عن بعض في ايه في النمبر اوف سيكس كرموسوم هل في عدد السيكس كرموسوم لا اخلي بالي هم مش مختلفين في العدد لان كل منهم الميل اوف الفيميل بس الفرق في الايه في الطايب طيب بيقولك لا السوماتيك مش مختلفين هي دي الاجابة اللي صح سي لان نوع مختلف في الميل عنده نوع مختلف و بيميزه لهو الواي ولكن اكس عندنا بيكون في الفيميل اتنين شبه بعض من الكرموسومات السؤال نمبر فور if the number of otosomes in an ovum of living organism x it's a body cell contain space cromosomes ال ovum يعني الجميط سواء بيكلم على ovum او sperm يعني جوه haploid number يعني نص العدد الكرموسوم يعني 23 تمام طيب هو بيقول حاجة تانية otosome الوتوسوم هو بيكلم على عدد الكرموسوم او السوماتيك كرموسوم inside the ovum cell يبقى عدد الاوتوسوم كام؟ هو كل الكرموسومات عددها 23 في الاوفم لكن الاوتوسوم بس 22 وواحد بيكون 6 كرموسوم لان اثناء الانقسام اللي بيحصل اثناء المايوزز ديفيجن بيحصل عندنا انفصال اوكي لـ 2 6 كرموسوم واحد منهم بيدخل في جميت والتاني بيدخل في اذر جميت يبقى احنا عندنا 1 6 كرموسوم بيكون مع 22 اوتوسوم بيدخلوا جوه الجميت الوحدة جوه الاوفا الوحدة يبقى الاوفا الوحدة فيها 22 اوتوسوم plus 1 6 كرموسوم ده من نتيجة حصل مايوزز ديفيجن للريبروداكتف سيلز لو هو بقى بيسأل على عدد الكرموسومز في الخلال العادية في البادي سيلز خلال سوماتيك المفروض تكون ضعف العدد يعني 46 طيب لو الاكس ده هو الاوتوسوم يعني الاكس ده بيمثل 22 بس يبقى احنا نتكلم على ايه 2 اكس يعني plus 2 كمان هيديني الاجابة دي 2 اكس يعني كده كان كرموسوم 44 ده عدد الاوتوسومز او السوماتيك كرموسومز في اي خلالية عددهم 44 كرموسوم واثنين كمان بيكونوا 6 كرموسوم يبقى كده بقى عندي كمبليت نمبر اللي هو عبارة عن 46 كرموسوم inside the body cell تمام طيب السؤال الخامس if the number of chromosomes in human skin is 23 bear the number of otosome in the sperm عدد الكرموسوم في السبير هيكون 23 بس بس هو بيسأل على الوتوسوم يعني 22 احنا بنشيل منهم 1 6 كرموسوم يتبقى 22 السؤال اللي بعده بما انه بيسأل على bear number 23 يعني بنكلم على 6 كرموسوم اللي هو الرنجد المفروض after bear number 7 يعني بما ان الترتيب descendingly يبقى هو أصغر من bear number 7 وحيبقى larger than bear number 8 فكده السؤال بتاعنا هنقول هو larger in size than number 8 of chromosome السؤال number 7 all the following indicate the chromosomes carry the genetic information in human except to that يعني كل الاختيارات دي المفروض انها indicating ان الكرموسوم جواها فعلا genetic information كل المعلومات الوراسية اللي هي موجودة بداخل الدي اول حاجة عندنا their number in each somatic cell is 46 طبعا دي indicate وبتؤكد جدا عدد الكرموسومات اللي جوا كل خلية عددها 46 دي بتقوى عمل لنا indicating تاني حاجة their number in each 6 cell is 23 برضو دي صح احنا عايزين نختار accept جماعة their number is constant after fertilization ايوة العدد بعد الfertilization بيكون ثابت بيحصل عندنا fusion ما بين 2 gametes هيبقى 23 plus 23 يرجع العدد ثابت 46 بعد كده their number is identical in all the cell type هي دي لغلط ودي لحنا نختارها لان العدد مش ثابت في كل الخلية زي ما احنا عارفين سؤال number 8 the two opposite figure A and B represent blood sample and sample of seminal fluid اللي احنا شايفين في A هنا RPCs YPCs كمان platelet اما figure B في sperm which of the following expresses the total number number of chromosomes طيب كده ده عدد الكروملسومز اللي موجودة في السبيرمات اللي هي عبارة عن seminal fluid يبقى احنا كده نعمل ايه نجمع كل العدد مع بعض ال 184 مع 230 هيبقى معانا 414 تبقى الاجابة اللي صح السؤال number 9 both of the nucleus of somatic cell and the nucleus of gamete cell in the human contain all the following respectively بالترتيب except طبعا هو بيقول respectively بالترتيب يعني من اول somatic cell للاول وبعدين الجميت cell اول اختيار في في السوماتيكسل containing 46 DNA molecule and 23 DNA molecule طبعا دي صح ليه لان مش صح هنختارها طبعا هي صح بس احنا هو عايز accept فمش هختارها انا بقولك انها صح من نحيط ان السوماتيكسل فيها 46 كروموسوم و each كروموسوم contain 1 DNA molecule فمعنى كلمة 46 DNA معناها 46 كروموسوم تمام يا جماعة اما بالنسبة للجميد بتحتوي على نص العدد يعني 23 DNA فدي تعتبر صح فحنا كده مش هنختارها ونشوف حاجة تانية اللي بعده فيه عندنا 46 كروموسوم and 23 كروموسوم هي برضه بتؤدي نفس المعنى C بيقولك 26 كروموسوم and 22 أوتوسوم طبعا هو بالنسبة للسوماتيكسل فيها 26 كروموسوم دي صح الجميد سيل فيها 1 6 كروموسوم و22 أوتوسوم ودي برضه صح يبقى كد الاختيار الاخير هي دي اللي هنختارها هي بيقولك 46 أوتوسوم and 22 أوتوسوم وطبعا ال40 هنا المفروض 44 مفروض 44 يعني إجابة اللي صح فهنختار دي إجابة صحيح السؤال number 10 the ratio between the number of 6 كروموسوم x in each of boy arm muscle and girl arm muscle is respectively طيب هو الفرق بين ده arm muscle ودي arm muscle يعني في الاخير هي خلية عضلية بس x هنا في الأول اللي هو اللي يمثل 6 كروموسوم الفرق ما بين boy والgirl في boy عنده x y في المسلز المسل دي عبارة عن خلية جسدية somatic cell مش جميط يبقى بالتالي بتحتوي على x و y فيها اتنين 6 كروموسوم فيها x و y طيب أما بالنسبة لل female اللي عندها x x هو بيسأل على x كروموسوم الريشو هنا المفروض بيكون 1 في الميل ل 2 في الميل المفروض 1 ل 2 بالترتيب يبقى boy الأول زي ما قلتلك 1 2 2 سؤال يعني يعني بيقولك الواضح من الخليتين هما الاتنين سوماتيك اللي كأنين مختلفين لا مش هما الاتين سوماتيك واحد فيهم سوماتيك والتاني جميل طيب لكن بيدي صح بدي الاختيارات بيقولك ديفرنت سوماتيك سيل ل الزي ما الزي ما لا السوماتيك سيل العدد فيها ثابت 6 سيل ل 2 أورغانيزم برضو غلط السؤال number 12 if the sequence of نيكلوتايد in DNA molecule النيكلوتايد يا جماعة هي building unit of DNA molecule وبيقولك which express certain gene المفروض انها بتعبر ترتبها بيؤدي الى التكوين عندنا الجين والجين بيكون مسؤول عن صفة معينة فلو حصل تغيير او change في sequence ده الخاص بالنيكلوتايد هيحصل ايه هيؤدي الى تغيير في تركيب الجين بالتالي البروتين اللي هيتكون مختلف الصفة نفسها الورصية اللي هتظهر مسؤول عن هالجين ده هتكون مختلف وبيقول if the sequence is in the gene is changed all هيحصل except that except ايه يقول لك the type of resulting protein هو ده فعلا هيحصل لازم يتغير البروتين لان الجين نفسه تغير بسبب change of sequence of نيكلوتايد ثاني حاجة the expressed character will change الصفة نفسها تتغير برضو the code of the gene will change برضو هيتغير يبقى except هنختار d هي الاجابة الوحيدة اللي تنفع اختارها all the genetic character will change لان ما ينفعش اقول ان كل الصفات الوحيدة تتغير لأ الجين اللي حصل في changing مجرد هو المسؤول عن صفة واحدة هو ده الصفة اللي هتتغير الصفة وحيدة بس التغير اما كل صفات الجزم وتفضل زي ما هي ما تتأثر سؤال number 13 معايا ثلاث خلية مختلفين عن بعض طيب بيسأل على خلية في الاسكن تشو يعني ده سؤاله وفي حالة نخلي بالنا ملحوظة لو بيقول ها دي بنقصين في حالة النود ديف معنى كده ايه معنى كده ان الجراف ده في خلية بيحصل وفي خلية تانية في حالة مين بقى اكس هنا لو ركز هلاقي ان number of chromosome هو او 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 تمام او طيب وبعدين لو دور على نص العدد وان هلاقي ان هو موجود في زد يبقى زد ده جميط وبيحتوي على خفز number of chromosome خلاص ما فيش مشكلة انا عرفت زد الجميط ومش هاخترها لانه هو كده كده بيسأل على سكن تيشو وهستبعد زد فضلي اكس و واي اكس سوماتيك سيل وبتحتوى على complete number of chromosome طب واي دي مين واي برضو بس فيها four number of chromosome ليه بقى فيها ضعف العدد لانه هو بيقولك في حالة no division يبقى في خلية فيهم لو الاكس دلوقتي في حالة عدم الانقسام خلية مستقرة خلاص ما بتنقسم شو عدد الكروموسومز فيها two يبقى y هي اللي بتنقسم لان المفروض before division قبل الميتوزس على طول ما يحصل عشان الميتوزس division بيدينا نفس العدد زي same number of chromosome في كل خلية جديدة وانترفيز بيحصل فيها يعني عدد الكروموسومات بتضعف قبل الانقسام وده اللي بيحصل في عدد كروموسومز بقى four قبل ما يحصل division لكن x دي في حالة no division عشان جده هاختار x only بتبقى دي الاجابة اللي صح تمام السؤال number fourteen the opposite figure show a pair of chromosome in stomach cell تمام for certain person study it the answer the following اللي احنا شايفينه ان فيه اتنين كروموسوم بالنسبة الخلاية في الاسطمك بس فيه واحد اصغر من التاني نخلي بالنا يبقى اللي قدامي ده ايه عبارة عن اتنين six كروموسوم اللي هو pair number 23 مظبوط ومدام هنا اتنين مختلفين في الحدم يبقى ده اكيد x y يبقى بيكلمني على mail طيب اول سؤال يعني التولر اللي هو ال x ده ال x والشورتر هو ال y فال x المفروض انهو موجود في كل الخلايا منسبة كم احنا بنقول انهو موجود في كل الخلايا هو وال y يعني هما الاتنين المفروض ان موجودين عدد ثابت في كل ال مدام بيسألني على ال مش على الجميد يبقى هقول بنسبة 100% لو كان السؤال على الجميد في الحالة دي كنت هقول 50% لان نص العدد حيبقى بتاع الجميد بيحتوي على ال x والنص الثاني يحتوي على ال y تمام طيب السؤال اللي بعده المفروض انه موجود في موجود في اه صح كل الميل لازم يكون فيها ال y بجانب ال x طبعا بيكون ال 2 مع بعض دي مع عين صح الجميد لأ لان مش كل الجميد فيها ال y في بيحتوي على ال y وفي جميد تحتوي على ال x بعد ما يحصل ميوس all the somatic cells and gametes غلط all the somatic cells and gametes infer meal برضو غلط سؤال number 15 the sperm in human differ from each other in هو ال spermat هتختلف عن بعض في number of somatic and six chromosome together مع بعض لا هو number of somatic chromosome يبقى سابت اللي هو عبارة عن 22 chromosome تمام one six chromosome ده المفروض ال one ده ممكن يكون x ممكن يكون y فيختلف في النوع لكن 22 autosome بيكونوا سابتين بعد بعد كده بيقول لنا the number of six chromosome only عدد six chromosome بس هو ده الاختلاف ولا the type of six chromosome هو طيب طبعا النوع لان العدد ثابت كل الجميز بتحتوي على one six chromosome سواء بقى هو نوع ايه هو ده الاختلاف بتكلم على x او y يبقى type of six chromosome c هي الاجابة اللي صح طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد برضو بيكلمنا هنا على sperm بيحتوي على كل الآتي زي مثلا the tall or short six ايه هو ياما الطول ياما short طيب half the number of chromosome found in the somatic برضو دي صح 22 autosomes دي صح the pair of six chromosome هي دي الغلط ودي اللي ناخترها السؤال بعده the opposite graph represent the number of chromosome in body cells for some leaving organism study it then answer the following طيب نشوف الجراف الاول احنا عندنا هنا number of chromosome طبعا عندي هنا ايه اول living organism بيحتوي على number of chromosome هيكون اقل من التن بالضبط كده هيكون ايت وده طبعا معروف الفلاي اللي هي الدروسوفيلا اما b فبيحتوي على من 10 ل20 يبقى كده 14 لو اقل من 15 يبقى كده عنده 14 chromosome c بنتكلم على 46 chromosome اللي هو الهيومن تعالتو اول اول سؤال the number of autosome in male sperm male sperm ok nucleus for organism c يبقى احنا عم نتكلم على ايه autosome يعني خلايا او سوري الكروموسومات اللي هي مسؤولة عن somatic trait في الهيومن بيبقى نص العدد طبعا اللي هو 23 اما الوتوسم بيكون 22 يبقى هقول 22 chromosome ده عدد كروموسومات اللي هي نوعها autosomes in male sperm طيب السؤال الثاني the number of chromosomes in the nucleus of cell produced from myotic division يعني بيسألني على الخلية اللي حتيجي نتيجة meiosis يعني انقسام اختزالي يعني بيدي نص عدد الكروموسومات في الجميط وده بيحصل لكل الريبروداكتف سيلز فبيسأل على الوفري الوفري سيل A اللي هي في الدروسوفلا فلاي يعني عندها 8 كروموسوم فلما يحصل بتنتج جميت يعني بقول 4 كده عرفنا الإجابة طيب السؤال الثالث the number of كروموسوم in the cell nucleus produced from myotic division دن كسام mytosi اللي هو بيحافظ على عد كروموسومات وبيحصل في الخلية الصوماتي فقط of plant stem cell in organism بي يعني اللي عنده 14 في الحال دي number of كروموسوم بعد ما تنقسم الخلية اللي فيها 14 المفروض يكون constant ثابت ويفضل 14 زي ما هو سؤال number 18 if you know that the number of كروموسوم in the nucleus of a plant stem cell في خلية نباتية is 42 كروموسوم the number of كروموسوم in a bolling green يعني في الجمية bolling green for that plant equal طب هو بيسأل على ركز دايما وانا في أثناء الإراية لأنه بيقول كروموسوم ما قالش autosome فخلي بالي من العدد الكروموسوم كله في bolling green هيكون نص عدد 42 اللي هو المفروض يكون 21 هنختار 21 the opposite figure illustrate cariotype of cell of a living organism that resembles the human in sex determination ch what does this cariotype represent اللي واضح قدامي ده somatic cell in male الخليج القدامي دي ايه اكيد سوماتيك انا استبعد تماما انها تكون جميط لان في bears ازواج تمام مش single chromosome الحاجة التانية ان اخر اتنين six chromosome موجودين مع بعض اللي هو المفروض x y يبقى ده male زي ما احنا شايفين واحد long واحد ايه اللي هو taller وال shorter chromosome يبقى ده male cariotype يبقى somatic cell in male دي صح بيت الاختيراط somatic cell in female طبعا لا جميط in male لا جميط in female السؤال number 20 from the opposite graph it can be concluded that اللي ممكن استنتجون احنا عندنا هنا three living organism اول واحد drosophila و number of chromosome حوالي هنا عندي eight بعد كده الفرق والفرق بيكون عنده 26 chromosome بعد كده الجوريلا اللي هي بتكون عندها 48 chromosome اول اختيار ما ينفعش اختار وبيقول there is an anniversary relation between the number of chromosome and the degree of evolution بي بيقول number of gene carried on chromosome differs according to type of living organism ها دي الاستنتاج الصحيح ان number of gene عاد gene بتختلف من كائن حي لكائن اخر حسب نوعه تمام وحسب عاد الكروموسومات اللي عنده بس كده بكده هكون خلصت حل اسئلة النهاردة ان شاء الله الفيديو اللي جاي هحل معكم اسئلة على الدرس التاني الدرس الاول كان سهل وبسيط ان شاء الله لو محتاجين اي حاجة ممكن تكتبولي في comment واستنوني الفيديو اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته